بعد وفاة أب الأنبياء آدم عليه السلام استمر الناس على عبادة الله وحده ومرت السنون السنة التل والأخرى وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا إلى أن تدخل الشيطان كعادته ليفرق الناس بالشرك بعد أن كانوا أمة واحدة وكان هناك خمسة رجال صالحين يدعون الناس لعبادة الله وكان الناس يحبونهم ويستمعون إليهم وعند وفاتهم افتقدهم الناس وكان هذا أول مداخل الشيطان بينهم لماذا لا ترسمون لهم صورا أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين آه نصورهم نعم أليسوا شيوخكم نعم هم أولياء الله الصالحين قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا سأذبح لك الذباح وأهب لك العطاء ولكن اشف لي ولدي ياود أتوسل إليك ياود اشف لي ولدي ياود أنت أول معبود في الأرض اشف لي ولدي ياود وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان سيدنا نوح عليه السلام فهو أول الرسل وهو من أولي العزم من الرسل وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ماذا تريد منا يا نوح؟ نحن لا نريد أن نعبد إله كهذا لا حاجة لنا به لن نعبد إلا آلهتنا هيا ذهب من هنا أنت يا نوح مجنون المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد لا أدري لماذا يرفضون دعوة أبي لتوحيد الله يا سام هؤلاء قوما ضلوا عن طريق الهداية فلا تحزن يا أخي فقد باءوا بأوزارهم حتى أمنا تقول عن أبينا إنه مجنون هذا هو الأمر المؤلم يا سام عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة والتكذيب من قومه ما زال نوح يدعو إلى توحيد الله والبعد عن عبادة الأصنام هيا ذهب من هنا أنت يا نوح المجنون هكذا قالت زوجتك والها ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ابتعد عنا يا مجنون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ولكن نوح لم يكن أبدا ضاجرا مما يفعلون وما زال يدعو لهم ولا يدعو عليهم يا إلهنا نسر أدعوك أن تزوجني فأنت إلى هنا والقلوب بيدك وأنا سأعطيك حتى ترضى يا نسر لماذا أنت لا تنطق وقد اشتد إعراض قوم سيدنا نوح له وازداد إذاؤهم له ولمن اتبعه فجاء أمر من الله لنبيه لبناء السفينة وأمره بأن يغرس شجرا وأن ينتظره فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر مئة عام ثم قطعه وبنى السفينة في أربعين عاما وقيل في مئة عام وكان خشب السفينة من خشب الساج وقيل من الصنوبر كان نوح النجار صناعته أن يصنع من الأخشاب ما يشاء وهو الآن يصنع سفينته تصنع سفينة في الصحراء يا نوح ايو أقل هذا حتى لما شرع في بناء الفلك كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه هاي اذهب من هنا أنت يا نوح مجنون فاصبر يا نوح إن نصر الله قريب ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم افتعد عنا أيها المجنون وذهب لبناء السفينة في الصحراء أنت من جعلت من صديقة والها امرأة تعيسة بأفكارك هذه فانصرف عنا انصرف هيا واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام طوال فترة دعوته بالرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق هيا بنا ليذهب إلى هذه السفينة ونسخر من نوح تصنع سفينة في الصحراء يا نوح أي عقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ سنجمع أبناءنا ليلعب فوق هذه السفينة مجنون إنك رجل مجنون ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين اذهب عنا أيها الرجل المجنون أنت رجل سفيه أي إله هذا الذي تريد منا أن نعبده؟ يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حام إن أبانا يا يافث هو أول الرسل يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمنوا بدعوته وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة حام وسام ويافث فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تل وسنوات ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور مئات الأعوام على ذلك واجتمع كبار القوم وأذرياؤهم يتشاورون كيف يمكنهم رد نوح عليه السلام عن دعوته وإغرائه بالمال والسلطة غدا سنعرض الأموال على نوح وأنا لا أعتقد أنه سيرفضها لا يمكن أن يرفض عرضا مثل هذا فما جمعناه له من أموال يفق أموالنا جميعا ولكنه رجل عنيد عنيد قبل أن يرى الأموال فالمال أقوى مما تتخيل في تغيير نفوس البشر أجل غدا سيغير نوح عقيدته ويعبد آلهتنا وبعد أن جاءوا لنبي الله نوح ورفض جميع عروضهم من متاع الدنيا عجب القوم منه وبدأوا الحديث عنه كيف يرفض نوح كل هذا المال يا والها؟ نوح بالتأكيد سيرفض كل هذه العروض وما هو السبب وراء كل هذا التعند من نوح؟ لأنه مجنون مجنون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ماذا تقول يا أبا مهدي؟ كيف هذا؟ نوح على الحق يا أم مهدي نوح بالتأكيد على الحق على الحق؟ نعم كيف لرجل لا يملك شيئا من متاع الدنيا أن يرفض كل هذه الأموال؟ إلا إذا كان على الحق تقصد أن هناك ما هو أفضل من كل متاع الدنيا وأموالها عند نوح؟ نعم يا زوجتي نعم وما هو؟ الله الله؟ نعم يا قويسة الله الواحد الأحد إذا أنت تدعوني لترك عبادة ود وسواع يا زوجي؟ نعم أدعوك إلى هذا يا قويسة ولكني من المستحيل من المستحيل أن أترك آلهتي التي نشأت على عبادتها مستحيل إنها أصنام أصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا يا قويسة مستحيل 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 أن أترك آلهتي لا لا وهنا نجد أن نوح عليه السلام رغم أنه ضعيف وفقير إلا أن قومه يخافون من انتشار دعوته ولهذا فهم يعرضون عليه المال والجاه ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة ما زال نوح يتعبد ربه ويدعو الله أن يهدي قومه لدين الحق والابتعاد عن الضلال والشرك وعبادة الأصنام ورغم كل شيء استمر نوح في بناء السفينة غير ملتفت لما يفعله قومه من مؤامرات له ولأهله ولأسرته استمر نوح في يقينه بالله الواحد الأحد يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده دون ملل أو يأس أو كسل أو تراجع تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون هل تتخيل حقا أنها سوف تسير في الصحراء يا رجل عد إلى صوابك فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير مجنون أنت يا نوح مجنون حقا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكن نوحا لم يلتفت لهذا بل استمر في بناء سفينته فوق الرمال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا مهدي ولماذا يصنعها يا أبي هذا أمر يحيرني يا ولدي لذلك سبب بالتأكيد ولكن الناس لا يعرفون ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله كيف ذلك يا أبي حدثني أكثر إن نوحا يدعونا جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ثم ماذا يا أبي وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير نعم يا ولدي ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي أنا بكل جوارحي أميل إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علىنا وأمرهم باستغفار الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله أيام وننتهي من المهمة ترى ماذا سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة هذا أمر لا يعلمه إلا الله ونحن نمتثل لأمر الله نوح عليه السلام ذاق العذاب مع هؤلاء العصى لمئات السنين نعم وصبر على هذا البلاء واحتسب حان وقت الوعد الحق وانتهى بناء السفينة وجاء أمر الله لسيدنا نوح بالاستعداد للخروج من القرية الظالم أهلها أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين تا إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريا ومرساها إن ربي لغفور الرحيم فبدأ سيدنا نوح بالصعود مع من آمن معه من قومه وأهله إلى السفينة فقد جاء العذاب الذي أنذر به قومه وظهرت الآية التي تدل على العذاب المنتظر وبدأ المطر ينزل بغزارة من السماء وانفجرت الأرض بالماء وغرق القوم كلهم ولما بحث سيدنا نوح عن ابنه وجده يصعد جبلا هربا من الغرق قال نوح لولده يا بني اركب معنا لكنه رفض لن اركب معكم ساوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ولكن ولده أبا وعصى لن اركب معكم سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وبعد انتهاء عذاب الظالمين جاء أمر الله للسماء أن تتوقف عن إنزال المطر وللأرض أن تعيد الماء فيها وذهب الماء وكأنه لم يكن وتوقفت سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي ونزل منها مع من آمن معه بسلام ولما غرق ابن سيدنا نوح دعا نوح ربه وقال إنه من أهلي وإنك وعدتني أن تنجي لي أهلي فقال له ربه إنه ليس من أهلك إلا الذين آمنوا وكان الوعد بنجاتهم فسؤالك هذا عمل غير صالح وإني أنذرك أن تكون من الجاهلين فندم سيدنا نوح واستغفر ربه على سؤاله وطلب منه العفو والمغفرة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيضك أن تكون من الجاهلين قال قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم جرت أحداث هذه القصة في بني إسرائيل ورواها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا يا يورام كيف حال عملك الآن؟ هذا ما جئتك من أجله يا سيدي فلكي أغزل العباءات الثقيلة وأبيعها أحتاج إلى الصوف هذا شيء طبيعي فماذا لو أعطيتني الصوف عندما تجز الغنم ثم تشاركني في الربح؟ لا 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 أنا لا أضمن رواج البيع من عدمه أعطني ثمن الصوف دنانير ذهبية كم تريد إذن؟ ألف دينار ولأجلك أنت تسعمائة فقط حسنا عندما يتوفر المال سآتي وأشتري منك الصوف سأنتظرك يومين فقط فإذا تأخرت سأبيع الصوف لغيرك آه أعدي لنا شيئا من الطعام يا أبرشة والله يا زوجي لم يعد في البيت شيء والعمل أليس في كوخنا شيئا نبيعه ونشتري الطعام بثمنه لقد بعت كل ما يفض عن حاجتنا من ملابس ومتاع لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا سأوجد نفسي للعمل حطابا ولكنك أفضل من يخيط العباءات في مدينتنا وما قيمة ذلك وأنا لا أجد الصوف لأغزل به أنت تحتاج إلى ألف دينار لتبدأ تجارة رابحة هل تمزحين؟ من أين لي بهذا المبلغ؟ سمعت أن رجلا يدعى أريال يقرض الناس دون ربا وأين يقتم هذا الرجل الطيب؟ اسأل في السوق عنه وستجد بالتأكيد من يدلك عليه حسنا سأنهض على الفور لأبحث عنه معذرة أني جئتك يا سيد أريال في هذا الوقت المتأخر لا عليك فبيتي بعيد بالفعل عن سائر البيوت هل من خدمة أؤديها لك؟ اسمي يورام سمعت أنك تقرض الناس دون ربا وأنا أريد أن أبدأ تجارة ولا أجد رأس المال كم تحتاج؟ ألف دينار إذا أمكن حسنا سأحضر لك المال الآن؟ أقصد أننا وحدنا وما المشكلة في ذلك؟ يجب أن يكون هناك شهودا على القرض لننتظر إلى أن يأتي الشهود كفى بالله شهيدة إذا أحضر كفيلا يكفل لك مالك كفى بالله كفيلة لا أدري ماذا أقول لك عدني أن ترد إلي القرض بعد عام واحد دون تأخير طابة هذا أجل مسمى بيننا وسوف أجتهد لكي أرده قبل ذلك لحظة وأحضر لك الألف دينار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبَ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ رَبَّهُ وَلَا يَبَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم آه لقد أتممت صناعة العباءات كلها الحمد لله ولكننا لم نبع واحدة منها لا أدري لماذا لا يشتري الناس تلك العباءات وأنا أبذل أقصى جهدي في غزلها لأن هذه العباءات الصوفية ثقيلة في الحر والناس لا تحتاج إليها المفروض أننا في فصل الشتاء لا أدري من أين جاء هذا الجو الحار هذا حظنا ونصيبنا والحمد لله على كل حال اسمع يا زوجي لماذا لا نسافر إلى الشمال حيث الأجواء الباردة وحاجة الناس إلى العباءات الثقيلة أكثر آه فكرة لا بأس بها تستحق المغامرة أنتما لم تدفع أجرة الركوب سندفع كم تريد؟ مئة دينار من الذهب أنت تأخذ عشرين دينارا فقط من كل راكب أنتم اثنان وهذه الصناديق الثقيلة تساوي وزن ثلاثة أشخاص هذا كثير ادفع له يا يورام وعندما نصل إلى بلاد الشمال ونبيع بضاعتنا سيتضاعف المال حسنا خذ المئة دينار هيا لتتناولوا الطعام مع الركاب ولكن لا تخشى شيئا الطعام ضمن أجرة السفر تفضلوا أعطني عباء وأنا أيضا وأنا أريد ثلاثة أنا جئت أولا أريد هذه الزرقاء أرجوكم أرجوكم لا تتشاجروا أيها الناس عندنا بضاعة تكفي الجميع السعر موحد خمسون دينارا ذهبيا للعباء أسرعي أبرشة وافتحي بقية الصناديق إنني أعمل بأقصى سرعة تفضل تفضل يا سيدي تفضل أعطني النقود إذا سمحت يا له من طقص بارد الحمد لله هذا السقيع أفادنا وروج لبضاعتنا لا تنسى أنني صاحبة الفكرة أنت دائما الخير والبركة يا زوجتي أخيرا انتهى البيع هيا لنرتاح قليلا في الغرفة التي استأجرناها لا لا أظن أنني سأستطيع النوم لماذا؟ لقد حان موعد تزديد الدين ولكن لا توجد السفن في هذا الجو السيء وما ذنب السيد أريال الذي أقردني المال؟ أنت مضطر والمضطر ليس عليه حرش الأولاد جائعون يا إريال قدمي لهم ما لديك من طعام ما لدينا يكفيهم وحدهم ولا يكفينا نحن الإثنين كلي أنت مع أولادك بالهناء والشفاء أنا لست جائعا لماذا تعذب نفسك؟ لتثبت أنك على حق ماذا تقصدين حوفيرا؟ كنت ميسور الحال فأخذت تقرد هذا وتقرد ذاك دون أن تفكر في الغد أقردت الناس طمعا في رضا الله وحده وكل ما يكتبه الله لنا نقبله ونرضى به هل تتذكر الرجل الذي أقردته ألف دينار؟ نعم اسمه يارام لقد حان موعد رد المال لك فعلا ولكنه مسافر بالبحر وتقولها هكذا ببساطة إذن هرب بمالك ولن يعيده أبدا لا تسيء الظن بالناس يا زوجة الحبيبة أنا واثقة أنه صافر ولن يعود يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ماذا أفعل الآن؟ يجب أن أرد ما علي من دين ولكن لا توجد سفينة واحدة تخاطر بالسفر آه ما هذا الجزع الضخم آه فكرة لا بأس بها آه عظيم آه هكذا آه بقي الآن أن أكتب رسالة يسلم هذا المال وهو ألف دينار من الذهب إلى السيد آريال من بني إسرائيل القاتم في الجانوب من أطراف المدينة وفاء لدين قديم يرام والآن أحتاج أن أحكم إغلاق الخشبة نعم رائع آه آه اللهم أني السودعت كديني فرده عني يا رب وألقى الخشبة في البحر وسط العاصفة عامت الخشبة في الماء وسط الأمواج العالية وبداخلها الألف دينار والرسالة التي تبين عنوان الدائن صاحب المال ماذا تقول؟ ألقيت ألف دينار في البحر لم ألقها في البحر يا زوجتي بل وضعتها في داخل خشبة وأحكمت غلقها وما الفرق؟ أتظن الخشبة تصل إلى الدائن وتطرق بابه؟ لم يكن أمامي طريقة أخرى لأرد الدين في موعده وهل ضميرك مرتاح لما فعلت؟ لا أدري والله يا أبرشة هل أحسنت التوكل على الله؟ أما تصرفت بحمق وتسرع؟ هل تريد رأي؟ طب أنت لم ترد المال بعد وعليك أن تجتهد لتجمعه مرة أخرى وتعطي الرجل ماله في يده مثل ما فعل معك صحيح ولكني في كل الأحوال سأكون متأخرا عن موعدي ومقصرا في حق الرجل الذي أكرمني هل يسامحني الله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا له من طقس بارد إنها الرياح القادمة من الشمال لقد سلفت مالي بإرادتي لرجل أظنه صادق بالطبع ربما منعه من رد المال عارض ما أو مصيبة ربما سأذهب إلى شاطئ البحر ربما أجد سفينة قد عادت أو رسول يأتيني منه بخبر لا تنسى أن تحتطب حتى نشعل النار في الليل البارد سأفعل سأفعل إن شاء الله الصوف الذي اشتريناه من هنا من نوع جديد لقد أتممت عمل اليوم بحمد الله وأنا بعت كل ما أعطيتني إياه من عباءات النساء كم جمعنا من المال؟ أكثر من خمسمائة دينار آه ما زال أمامنا عمل طويل إطمئن عشرات النساء يردن شراء المزيد من العباءات ولكن زيدها بالنقوش والألوان المهم أن نكمل الألف دينار بدلا من التي ضعت في البحر نعم ونرتاح من هم هذا الدين كيف حالك يا سيد أريال؟ بخير والحمد لله أتتصور حقا أن يرام؟ سوف يعود لك بالنقود؟ نعم أظنه يتحلى بالشرف والأمان ها 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 يا لك من مسكيد الشرف والأمانة لم يعود موجودين من بعد سيدنا موسى وأخيه هارون غير صحيح الأخلاق الطيبة موجودة في كل العصور والأزمان تفائل بالخير يا رجل هذه نصيحتي لك يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدر على الإبحار في هذه العاصفة الحمد لله جمعنا ألف دينار وأكثر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى هيا نلحق بتلك السفينة أهلا يا سيد يورام تفضل بالركوب أنت مرة ثانية يا سيد إليشع هل أنت ذاهب إلى الجنوب؟ نعم أين بضاعتكم الثقيلة؟ باتها عن آخرها ولن أعطيك إلا أجر راكبين إثنين أعرف سبب لهفتك إلى العودة وما هو؟ أن ترد ما عليك من دين إلى صاحبه نعم كل ما أرجوه أن أجده على قيل الحياة ولم يصبه الضرر بتأخري عليه سامحني يا سيد أريال أسامحك على أي شيء والله لقد اشتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه؟ ما لي؟ لكنك أعدته لي بالفعل كيف؟ لقد رده الله عنك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لا أفهم ماذا تقول سأحكي لك كل شيء كنت ذاهبا إلى شاطئ البحر أنتظر سفينة تأتي بك أو برسول منك أما أنا فأنصحك أن لا تبقى طويلا في هذا الجو البارد حتى لا تصاب بنزلة برد يبدو أن الرجل على حق فلا توجد سفينة تقدير على الإبحار في هذه العاصفة ولكن ما هذا؟ ما هذه الخشبة العائمة؟ إنها ما أحتاجه لإشعال النار لقد وفرت علي الاحتطاب خشبة رائعة سأشعل النار حتى تقطعها انتظري يا حوفيرة ما هذا؟ يا الله واحد اثنان ثلاثة أربعة انتظري انتظري حتى أقرأ الرسالة التي مع الدنانير وفاء لدين قديم يا رام ها؟ ماذا في الرسالة؟ لماذا تبكي يا زوج؟ ماذا تقرأ؟ إنها دنانير الألف يعيدها إلي من اقتردها عبر البحر خذي خذي وقرأي بنفسك لقد أدى الله عنك دينك يا للعجب وصلت إليك الخشبة عبر البحر تفضل هذا المال أيضا لك لا أمسك عليك هذه الألف فهي حقك وقد وصلني مالي والحمد لله ما أكرمك يا الله لقد وثقنا بالله وأحسن التوكل عليه فأكرمنا نحن الإثنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا